الراجل اثر معانا سنة ده والراجل يعني نتكلم كمدير فني له هو راجل كويس جدا بس احنا ما نقولش ان فيه كتر المشاكل الادارية اللي جوه نادي الزمالك هي اللي ما اعطلها طب اسألك سؤال يا كابتن عبدالله وده اللي قاله كابتن الحاسد وبرده في لعيبة مش في مستوها وضع طبيعي ده مش لعيبة ده وضع طبيعي اه انا يعني انا شغال في الوقت الحالي في جوه مش مناسب طب ممكن اسألك سؤال ان دلوقتي لاعب في نادي الزمالك تمام ومحمد عبدالله عنده امكانياته الفنية وا 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 تمام هل لو في العالم كله حواليك متلغبط انا مش لافتن عبا ما انت هتديه لحد الادم المستوكل وهم مفهودي بس انا عايز اقول حاجة كريم مش مش الحاجات دي اللي هي حصلة دلوقتي ومشاكل الادارية كانت نفس الموضوع حصلة مع مع نادي الزمالك ومشو المجلس والادارة لا او الزمالك كان عنده مشكلة السنفات اكبر وفي الفلوس وما فيش قيد وما فيش كده حاجة كتيرة زمالك كان عنده مشكلة فنية وابعيد برضه عن الادارة زمالك كان عنده مشكلة فنية بقى في ارض الملعب السنة اللي فاتت انه ما عندهش كيد عنده العيبة مهمين زي اشرب بن شالي وطريم حامد وحمد ابو جابل بنشه من الفرقة ورغم كده قدم مستوى فنية دي دي اصعب تمام خد جوه بقى ارض الملعب التشكيلة بقى برا الملعب كانت المشاكل انا بس عايزك ده لا ده انا ما هيبص اقولك على حاجة اه ما انت ما تحسبنيش على ملعب اه ما تحسب اللي برا اه لا ما انا بقولك انت زبط امورك من برا اه انت هتطلع كويس جدا جوا الملعب اه اللي برا كان فيه مشاكل نفس المشاكل اللي بتشوفها السنة دي لا بس طيب هسألك السؤال لو انت برضو مدرب للزمالك في المباراة اللي جايه في كل الظروف اللي موجودة دي وقدامك مواجهة الترجي الامل الاخير للبقاء في المنافسة في دور المجموعات تتعامل معها ازاي وغسط كل ده ما فيش ما هو وقت اقوى يا بص يعني عشان اتعامل المعبرز دي زي ما اقولك ايه نص عائل ونص مجموع. اه. لازم افكر ولازم ببوازن للامور. ما انفعش اللي انا هبفتح سدري. ام. والاعب خصم كويس. وفرقة عندها ثقة وفرقة ركبة المجموع بتصعبهم. وفي نفس الوقت ما خافش. لأ انا يعني شغال في حتة ان انا بقى متوازن. معنا صح ان انا عارف اجيب في اي وقت. ام. ولازم اللاعبة لها دور كبير. ام. اللاعبة لو عايزة. ام. لو في الاخر اللاعبة لو عايزة هتخلص. مبرازي دي تبدأ بناصر منسي ولا سيف الجزيري. اتمنى ناصر بقى. ناصر. اه. وانت كبت حاسم. لا سيف صراحة. يعني اه. سيف اه. منسي بقاله فترة بعيد عن الملعب بقاله تلات اربعة متشاط فهدية الرتم هيبقى جامل عليه. وبعدين الضغط هيبقى جامل عليه جدا. فلا سيف اه. لان حتى سيف بقاله فترة بيقدي اداء. يعني اه. لحد دي ما. عايزة ان خلق اتنين لعيبها. هما اللي شايلين القصة الوحدهم تقريبا. عمر سيسي وعمر جابر. يستحق هذا الانتقاد الكبير ولا ما يستحقوش. صراحة هما لغاية وقتنا هزا لا. هما يستحقوا الانتقاد. لان في الاخر عمر جابر. جاي من بيراميز. كان جاي وهو في منتخب مصر. نادي الزمالك دفع. يعني جي نادي الزمالك عشان هما عايزينه يجي. ولعب كويس وعند خبرات كبيرة. ومش مش مش انت يا عمر يا جابر ان انت تتحطي تحت ضغط. والناس تهاجمك كده وتفضل. ان انت لأ انت لازم تشين نادي الزمالك. لازم تبقى اداءك احسن من كده. لان انت لعيب منتخب. انت قبليها قبل ما تيجي نادي الزمالك. كنت لعب المتشاط اللي وديها كلها مع المنتخب. فانا لا انا شايف ان صراحة عمر جابر مؤثر جامد جدا جدا. بالذات عمر جابر يعني. مؤثر جامد جدا في حق نفسه حق نادي الزمالك. طبعا. عمر جابر وضع طبيعي. وضع طبيعي. يعني انا لو ما كانوا لازم استحمل. لان فهم اللي يتموا قصرين. لدى عمر لداه لجماعت من الزمالك. ولا ناس زمالك. كان مستني الاداء ان هو يوصل بالشكل ده من عمر او السيسي. لان الاتنين. زي ما حسن بتكلم. حد جاي من برامس حد عنده خبرات. اه لعب منتخب مصر. يعني لعب على مستوى عالي كان في الزمالك. او جات له فترة احراف خارجي. او لعب في ورجع ناس زمالك تاني. وقاب لها كان في ناس زمالك. نفس الحل السيسي كان خامة كويسة. الناس كلها كان بتيجري وراءنا. حتى كنت بكلم عليه من نام لجوم المستقبة لما كان ملعب في في بيبسي. كان نادي الاهلي عايزوا قبل ما يروح الجيش. صح. فالا المرضود من الاتنين في الوقت الحالي مش ده اللي كان جماهيرنا الزمالك متعشمة فيه. اه بالزبط كان لازم يبقى فيه احسن منك. يعني ربنا يوفى النادي ده اللي والزمالك بايزن الله فيه.